اشتركوا في القناة وقائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الاحتفال كان في استقباله سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع ولواء الركن راشد عبدالله النعيمي قائد الدروع الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين موسيقى طبور كتفا سعر وبعد عزف سلام معالي القائد العام قام معاليه بجولة شهد خلالها عددا من الآليات والمعدات وأهم المنظومات والأسلحة والتقنيات التي دخلت الدروع الملكية كما شاهد معاليه عددا من الصور التاريخية التي أبرزت مسيرة هذا السلاح الحيوي منذ مرحلة التأسيس والتشكيل وصولا لمرحلة البناء والتطوير كما وتناولت الصور توثيقا لمختلف المهام والمشاركات في العمليات العسكرية والمناورات والتدريبات الميدانية التي نفذتها الوحدة خلال مسيرتها العسكرية وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد الدروع الملكية كلمة بهذه المناسبة أوضح خلالها بأن الدروع الملكية اليوم تحتفل بالذكرى الخمسين على تأسيسها منذ أن تشكلت بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في الرابع والعشرين من فبراير عام الف وتسعمائة وسبعين حتى فترة استلام الراية في الثالث من فبراير عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين من يد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه وعبر خلال كلمته عن خالص سعادته لرعاية صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لهذه المناسبة وأثنى على الدعم اللامحدود والمساندة الدائمة التي تحظى بها من قبل المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين مؤكدا في ختام كلمته استعداد وجاهزية منتسبي الوحدة بمواصلة البذل والوفاء والعطاء والتضحية والدفاع عن هذا الوطن العزيز شرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة وتبريكاته على هذه المناسبة الطيبة العزيزة على أنفسنا سلاح الدروع هو من الأسلحة الحاسمة في المعركة معركة القوات البرية توني ناقش مساهماتهم في تحقيق السلام في البحرين وفي الأغليل شاركت هذه الوحدة سبع مشاركات رئيسية منذ تأسيسها في ألف وتسعمائة وسبعين ولله الحمد جميع مشاركاتها أنجزت فيها المهمة بكفاءة واقتدار تقدم بالشكر للقائد واليهيئة الركن وقائدة السراية جميع الضباط اللي ساهموا في مرحلة البناء والتأسيس والتدريب تحياتي لإخواننا بعد اللي موجودين على الخطة الآن الحد الجنوبي فنقلوا لهم بعد تحيات جلالة الملك وتحياتي وتحياتي تحيات الإخوان شكروهم على الواجب اللي يالسين يقومون فيه ومشكورين وما قصرتهم الله يوفقكم إن شاء الله إن شاء الله دائما نلتقيوا إياكم على الخير إن شاء الله وفي ختام الحفل قدمت هدية تذكرية لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين من قبل قائد الدروع الملكية بهذه المناسبة بعدها تشرف عدد من منتسب الدروع الملكية بالسلام على صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين شكرا